ضمن سلسلة تقارير إيران من الداخل نزيح الستارة عن آفة الإدمان التي طالت سبعة ملايين إيراني الحكومة الإيرانية تعلقت المشانق للمروجين والمهربين لكن في الوقت نفسه تتحدث تقارير دولية عن إشراف الحرس الثوري على عمليات تجارة دولية للمخدرات ستة ملايين مدمن في إيران رقم أسدلت الستارة عنه صحيفة فينانشل تايمز أكثر من مليون وثلاثمائة إيراني يتلقون العلاج المسحات الحكومية لم تعد تكفي لاستقبال المدمنين فافتتح مدمنون سابقون مسحات أخرى خاصة إثر تجاربهم المريرة السوق الإيراني يضم أصنافا كثيرة من المخدرات الكوكايين الأكثر انتشارا وخصوصا في المدن الأفيون والحشيش وهناك ما يطلق عليه الكريستال أو الأمفتمين الذي لقي رواجا في السنوات الماضية بسبب سعره الزهيد كما يمكن تصنيع المخدرات في المنزل بعد الخضوع لدورة تكلفتها لا تزيد عن سبعين دولار البطالة الوضع الاقتصادي المتردي وغياب الأمل العوامل الرئيسية وراء هذه الظاهرة المشانق علقت للمروجين والمهربين الرؤساء المتعاقبون على إيران وعدوا بالقضاء على هذه الظاهرة لكن ما حصل هو العكس فنسبة المدمنين ترتفع يوما بعد يوم وهناك ما صنفه المراقبون بالأخطر فإيران وبإشراف الحرس التوري وفق تقارير دولية تعتبر أكبر مشتر للمخدرات من أفغانستان هذه التقارير تؤكد أيضا أن الحرس التوري يشارك بشكل كبير في التجارة الدولية للمخدرات سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلاء وبذلك يوفر تمويلا يتجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليه رول الخطيب العربية